من عدة ايام اتخنقت جدا من اللي بيحصل في فلسطين وغزة وقلت سافر في مكان لوحد يومين قعد يومين كده مع كتاب ربنا ومع ذكر الله سبحانه وتعالى اكتر اية يا جماعة كنت باصحة من النوم والاية دي جوه قلبي قول الله سبحانه وتعالى اللي هنقف معاه النهاردة لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امره حسيت ان الاية دي بتملق قلبي بالامل لا تدري لا تدري انت عارف ان انت مش داري انت متخلم واحد يقولك يا عم ده الدنيا مقلوبة وانت مش داري فربنا بيقولك لا تدري ممكن يكون الوقت السماوات مقلوبة والملايكة بترتب لك رزق رهيب وربنا بيرتب لك مستقبل عظيم وبيرتب لك فرق كبير وانت مش داري بحاجة وانت قعد مهمومة وانت قعد بتبكي وانت قعد بالدوري على ده وقت قاب تغديه وانت قعد مضغوط نفسيا لا تدري انت مش داري ربنا بيعملك ايه لعلا يا جماعة في اللغة لعلا بتفيد يقولك تفيد الأمل والترجي يعني الترجي يقولك كلمة التمني يعني حاجة مستحيلة ونفس فيها إنما الترجي حاجة ممكنة وملهوف عليها والنفس فيها وقاعدة رائبها بس أنا مش عارف يا ممكن تحصل ولا ما تحصلش فربنا بيقولك الأمل عندنا لعلا الله لعلي دي لو جات منك أنت ممكن تفيد إن الحاجة تحصل أو لا إنما لما ربنا اللي يقولها يبقى تحصل يعني ربنا بيقولك أنا أقدر أغير الواقع بتاعك وهغيره لك فعلا وهغير لك أحداث حياتك وهرتب لك أحداث في حياتك هتنقلك في حتة تانية خالص عند الناس مش بس عندك أجماعة سمعت مرة إعلام كبير قوي البرنامج توكشو بتاعه كبير قوي فبيواحد بيقوله في برنامج توكشو تاني مستضيفه بيقوله إن حاجة اللي انت خايف منها قاله أنا خايف يوم الفلاشي الطفي هو ربنا بيقولي الآية دي لوحدة زوجها زهد فيها وزوجها عايز يرميها وزوجها عايز يطلقها ساعات ممكن الدنيا تزهد فيك فربنا يرتب لك حاجة يرفعك فوق الدنيا كلها يلمعك في عنين الدنيا كلها يخليك قدام الدنيا كلها بطل يخليك يرفع الأسهم بتاعتك في قلوب الدنيا كلها يخلي الدنيا الناس كلها عايزة صاحبك تاني عايزة تقرب منك تاني فربنا بيقول للراجل اللي هو زهد في براته بيقول انا ممكن ارتب اكون برتب حاجة لزوجتك ده ايه تارفعها للسماء واغنيها وافتح عليها في الدين والدنيا وكل حاجة تتمنى ضفرع بعد كده وما عدتش تعرف تلاقيها لانك تبقى طلقتها خلاص فاتقنى فارمل اتحكم في نفسيتك ما تزهدش في اللي قدامك لان ممكن ربنا يرفعه وتندم بكرة وتحاول تقرب له يبقى خلاص هو بقى فوقك اصلا وبقى مستغني عنك وكان في يوم من الايام في يدك فربنا بيقولك انت ممكن ربنا يرفعك قوي ممكن ربنا يكبر خطرك قوي يا كل مقصور يا كل واحد اتطفيت في عنين الناس يا كل واحدة اللي جزء زهد فيها يا كل واحد الدنيا زهدت فيه واصحابه زهدوا فيه وما عدتش حد عايزه يا كل واحد عايش وحيد الوقت في الحياة وما عدتش حد مهتم بيه ربنا بيقولك لا تدري انت ما انتش داري ربنا بيضطين لك ايه لعل الله لعل من عند ربنا تفيد اليقين بقى مش تفيد الترجي زي ما عبد اللي يقولها يحدث يعني يرتب لك أحداث جديدة تخليك ترجع تاني نجم في الحياة ترجع تاني تقف على رجلك ربنا سبحانه وتعالى ياخد بإيدك ويقومك ويعفيك ويجبر خطرك ويصلب طورك ويشد أزرك ويخليك تقوم تاني وتنطلق تاني وتنتج في الحياة تاني بعد ما كل اللي حواليك تقلوب انك انت وقعت وانك ضعت وانك انتهت خلاص لعل الله هيحدثه أحداث ربنا يرتبها لك بعد ذلك بعد يا جماعة ده حرف بيفيد البعد حاجة بعيدة ولكن ما فيش حاجة بعيدة على ربنا بعد ذلك ذلك دي أكتر اسم في الجملة كلها في الآية القرآنية يعني شرخ قلب يا جماعة أصلي ذلك ده اسم إشارة للبعيد للحاجة البعيدة يعني مثلا على سبيل المثال أنا الوقت يوقف قدام كاميرا فلما أكلم واحدة على الكاميرا أقول له هذه الكاميرا هذه يعني حاجة حاجة ريبة مني خالص أو هذا مثلا الجدار اللي هو قدامي على طول ده بني وبني ومتري يبقى هذا ده يفيد القريب قمال ذلك ذلك ده يفيد البعيد يعني مثلا أنا بين اتنين كيلو وبين نهر النيل مثلا يبقى ذلك النهر يبقى حاجة بعيدة جدا جدا فربنا ما اتكلم على الأزمة اللي مفتتة كدك ربنا ما اتكلم عن الدي عن الهم عن الحزن اللي صاحي نايم جنبك ربنا ما اتكلم عن الاكتئاب والتوتر اللي مالي قلبك ونفسيتك ربنا ما اتكلم عن المشكلة اللي محوطة بيكي وبسيطرة على حياتك ومحصراكي ربنا ما اتكلمش عنها باسم الإشارة للقريب ربنا ما قالش لا تدري لعل الله هيحمص بعد هذا لا قال بعد ذلك يعني كأنها بشرة ان المشكلة اللي محوطاكي الوقتي الهم اللي ماليكي الوقتي الهم اللي متغلغ الجوة ما سمى قلبك الوقتي بكرة هيبقى بعيد وهتوقفي تبص عليه من بعيد ولما تشوف واحد مبتلب نفسي اللي بتلقى تبص وتقول يا عيني ده أنا كنت في حالتك في يوم الأيام ربنا يا عفيك زي ما ربنا عفاني هتبقى ماضي والله العظيم مشاكلك هتبقى ماضي ألامك هتبقى ماضي مشاكلك هتبقى خلاص زكريات وبعدت وراحت ولما تحاول تبص عليه من بعيد تفتكر حاجات وما تفتكرش حاجات كأنك بتبص على واحد من على بعد خمسة ستة كيلو شايف ملامح ومن تشايف ملامح منه كل ألامك ده هي هتعدي كله بيعدي يا جماعة لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمره الله يصدر أمر من أموره الله يرتب أمر من أموره الله يصدر أمر من أموره يغيالك بحياتك ربنا يا جماعة يقولوا للشي يكون فيكون ويقولوا للكرب يزول فيزول ربنا قادر الحاجة الغريبة إنه زي ما بقول لكم الآية دي نزلة فيه في صورة الطلاق الآية دي ربنا بيكلم زوج هيرمي على مراته يأمين الطلاق وهيروح يطلعها طلاق بائن وخلاص وهتنتقى ربنا بيقول له بكرة هتحلاو بكرة هغنيها بكرة هرفحها بكرة هتندم على ضفرها ومعودتش هتعرف تجيبها تاني لأنها خلاص هتبقى عدتك وتجوزتك وكانت في إيدك في يوم من الأيام الآية دي رسالة رسالة للي الناس زهدت فيه ربنا بيقول له أنا هلم معك تاني أنا هرفعك تاني أنا هجبر خطرك تاني أنا هاومك تاني أنا هنعش قلبك واجبر كسر نفسيتك تاني أنا هرجعك إنسان منتج تاني أنا كل اللي راح منك هركحه لك وهديك اللي أعظم من كل اللي انت بتتمناه وهخليك غالي أوه عند الدنيا وعند الناس انت ما انتش داري أنا بارتب لك عشان أرفعك واجبر خطرك الآية دي برضو رسالة يا جماعة رسالة لكل واحد اتخنأ من الكرب اللي هو فيه اتخنأ من الديق اللي هو فيه ربنا بيقول له لا تدري انت مش داري أنا بارتب لك ايه انت مش داري أو انت قاعدة بتسمع المقطع الوقتي ربنا بيرتب لك ايه رجع عليك ازاي وهيفرجع عليك من اي باب ايه يا جميلة اوي 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 حبيت ان انا اقف معاكو فيها ونعيش معاها ونصحى عليها وننام عليها ونكتبها في ورقة كده ونعلقها قدام السينير بتاعنا نبص عليها قبل ما ننام واول ما نصحى لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امراء اللهم فرش كوربنا اللهم يسر امورنا اللهم اهدي قلوبنا اللهم سدد خطونا اللهم اشرح صدورنا اللهم يا ربنا فرش كورب اخواننا في فلسطين اللهم اغثهم اللهم زلزل الارض من تحت اقدام اليوود اللهم يا ارحم الراحمين دبر لنا امرنا فاننا لا نحصل التدبير اشتركوا في القناة